أعتقد الإجابة على هذه السؤال يعني على السؤالين اللي ذكرتهم بسيط جدا يا روبي بسيط جدا ولكن نحن لا نريد أن نقتنع بالعقل لا نريد أن نفكر بشكل حقلاني الإجابة على السؤال الأول من يقول بأن العلمانية بأنها منتوج غربي منتوج أوروبي لا لا تصلح لمجتمعاتنا والأسف حتى محمد عبد الجابري يعني ذكر هذا الشيء وأنا أختلف كياه في هذه النقطة خليني أقول لك يعني بشكل واضح العلمانية حينما ظهرت ممكن أن أتكلم قبل شوي حينما ظهرت العلمانية والحداثة وأفكار الحداثة والتنوير سؤال واحد روبي سؤال واحد هل فلاصفة الأنوار والتنوير والحداثة هل ذكروا بأن العلمانية أو الديمقراطية أو الرأسمالية أو الأفكار هذه هل ذكروا بأنها صالحة لمجتمع فرنسي أو أوروبي أو بريطاني أو هولندي أو غيرها هم ذكروا بأن هذه الفلسفات التي نضعها من أجل الإنسان والمجتمع في أي مكان وزمان إذن انتفت المعلومة التي تقول بأن العلمانية منتج أوروبي هي ليست منتج أوروبي هي منتج كوني هي تعالج مشكلة الإنسان في أي مكان وزمان في مجتمع يطاله الدين في مجتمع يطاله الاستبداد في مجتمع يطاله هيمنة رجال الدين هم لم يحددوا هم لم يحددوا كما ذكرت يعني جورج هوليوك يوم ذكر مصطلح العلمانية يوم ذكر لم يقول أن هذا المصطلح حق بريطانيا هو يصلح حق بريطانيا ولكن لا يصلح حق فرنسا مثلا لم يذكر هذا الشيء أيضا أيضا فلسفة الأنوار والأوربيين عندما ذكروا عندما كتبوا حول هذه الأمور لم يذكروا بأن هذه المفاهيم هي مقتصرة على أوروبا هي مفاهيم كونية ذكروا بهذا المعنى بهذا المصطلح هي مفاهيم وقيم كونية المواطنة يعني خلينا نتكلم عن المواطنة هل المقصود فيها أن المواطن الفرنسي أو البريطاني أو الهولندي أو الشيكي أو غيره وغيره لا المواطنة بأن يتساوى المواطن في دولة ما وفي مجتمع ما مع المواطن الآخر الذي يحمل عقيدة ما وفكر ما فأين هو يعني أنا بعرف أين هو الاختلاف أو أن العلمانية منتج غربي أو أوروبي هو منتج كوني يصلح لكل زمان ومكان وأي مجتمع وأي دولة لا يقتصر على شعب معين أو فكر معين هذه النقطة الأولى أنا أتمنى أنها تكون واضحة أتمنى أنها تكون واضحة أنا أشوفها مثل العلوم الطبيعية يعني العلوم الطبيعية مثلاً ما يقولون عليها شيء الكمبيوتر يستخدمونه وهذا الغرب نسوينا يعني لكن لما تيجي للعلوم الإنسانية التشريع نفسه لأنه عندهم تشريعات تتدخل في تربية النشق تتدخل في معاملة الرجل مع زوجته في المحاكم الشريعة في السياسة كيفية التعامل مع الحاكم كيف نتخطى هذه التشريعات بأننا نقول أن مثلاً المرأة تتاوي الرجل بالحقوق والواجبات أمام الدولة مثلاً شيء مثل هذا هذا لا يتقبله الدين بالذات الدين الإسلامي فكيف نتخطى هذا الحاجز؟ هو يتخطي هذا الحاجز سببين يعني طريقتين لا ثالث لهما باعتقادي يعني الطريقة الأولى يعني أنا لا أحبذها يعني هي المستبد المستنير كما حدث في تونس عندما جاء الحبيب برقيبة وكما حدث في تركيا أتاتور رجل حكم ولكن عقله متفهم وتنور معرف بأن الشعوب بحاجة إلى أن يفرض عليها تعاليم جديدة أو أفكار جديدة تنويرية حديثة بما فيها يعني كما الأتاتورك يعني هو أعتقد النموذج الأكمل الحبيب برقيبة أيضاً فعل نفس هذا الشيء ألغى التعددية وعاقب اللي يتزوج أكثر من زوجه هذا الطريق الأول هو المستبد المستنير رغم أني أتحفظ عليه لأنه بسبب بسيط جميعاً رأينا ما حدث في تونس بعد ثورة العربية الشعب التونسي يعني للأسف في غالبيته أو في نسبة كبيرة منه أعاد انتخاب الغنوشي وغير التيارات الدينية هذا يؤكد بأن حتى فرض العلمانية من أعلى من السلطة لا يأتي بنتائج ثابتة أو غير مستقر الطريقة الأخرى ودائماً أنا أعول عليها وأعتقد أنها طويلة وتحتاج إلى مدى طويلة هو التنوير يعني خليني أقول لك الثورات يعني الثورة الأوروبية الثورة الفرنسية العصر التنويري عصر النهضة الأوروبية خلينا نكون واقعيين حدث هذا بعد 200 سنة 200 سنة ترى من الفكر التنويري من الضخ هذه الأفكار لماذا؟ من أجل أن يتغير الوعي الأوروبي إلى معنى الحداثة إلى معنى العلمانية إلى معنى التنوير إلى معنى المواطنة والمساواة وغيرها من الأفكار حدث هذا العصر عصر التنوير ثم بعد فترة طويلة حدث هذا الانقلاب الذي جاء بالنخب والعامة عامة المجتمع عندما خرجت الجماهير الفرنسية كانت مثقفة الجماهير كانت مثقفة مطلعة كانت تبحث عن حريتها على أسس قيمية أسس حداثية فعلاً هي تحمل فكر فغيرت هذا الشيء دعني أقول عصر النهضة العربية يعني حدث عندنا عصر النهضة العربية الأولى اللي مع جمال الدين ومحمد رشيد وغيرها وحتى الباشا محمد علي في فرنسا في مصر عندما حكم غير من هذا الشيء ولكن لماذا انتكس هذا انتكس العصر النهضة العربية الأولى مع يعني إطلاق الأمير شكيب أرسلان لماذا تقدم الغرب وتخلف العرب والمسلمين أطلق العديد من الأسئلة هزيمة حزيران نكسة حزيران أيضاً أطلقت العديد من الأسئلة لماذا يعني لماذا العرب دائماً متخلفين لماذا متأخير متراجعين أنا أقول لها بسبب بسيط لأن النسبة الكبيرة من الشعوب العربية والإسلامية غير مثقفة غير واحية تم تجهيلها بالعادات والتقاليد والدين تم تجهيلها بشكل كامل عندما تذكرين لماذا ما زالت هذه القوانين والتشريعات الدينية مسيطرة ومهيمنة لأنها موجودة في العقل المجتمعي عادات وتقاليد وأحكام عندما تخالفين معناتها أنت في النار يعني عارفة شون المنطق غير لما نقول أنا لما أخالف هذه العادات والتقاليد والدين حرية شخصية أنا أملك هذه الحرية الشخصية عليك أن تتقبل حريتي فالمشكلة أن الحامل الاجتماعي والسياسي في مجتمعاتنا مفقود لا يوجد حامل يدعم هذا التغيير وبالتالي أنا لا يمكن أن أبني كنخب مثقفة وككتاب لا يمكن أنا أن أبني هذه الثقافة التنويرية على حامل ضعيف يخاف يخشى غير مبالي أيضاً غير مبالي يعني فرج فودان قتل مشعل خان كثير كثير من الأسماء تم اغتيالها وتم قتلها وتم بأبشع صورة هل هناك من اهتم لي مثل هذه الأمور؟ لا يهتمون هذا جزاء وهذا الدين وأن أي واحد يتكلم بالدين هذا جزاء فالحامل الاجتماعي والسياسي مفقود في مجتمعاتنا وبالتالي التعويل على قيام ثورة فكرية تنويرية علمانية من قبل الشعب العربي والإسلامي يا أنه يأتي مستبد مستنير وأنا تحفظ على هذا الأمر يا أنه تقوم هذه النخب بدور طلاعي كبير وأنا أعتقد هي غير جديرة أو غير مستعدة لمثل هذا الأمر والذي يحتاج إلى سنوات طويلة فشل حصر النهضة العربية الأولى في تحقيق التنوير في تحقيق التطلع الكثير من الكتاب يعني محمد عبده رشيد طاها وغيرهم كتبوا الكثير عن زياراتهم إلى فرنسا في أيام كتابة الدستور الفرنسي في عام 1800 كتبوا عن هذه الأمور ولكن تطبيقهم أو دفعهم عن هذه الأمور لم يتجاوز الأنظمة والسلطة الدينية التي كانت أقوى منهم فاستكانوا وخنعوا ورضخوا للواطح وأنا أعتقد أن حتى الآن في مجتمعاتنا كنخاب وكمثقفين وككتاب أيضاً للأسف الكثير منهم يخضع يعني لسلطة العقل الجمعي يخضع للأنظمة يخضع للسلطة الدينية قوية يعني مهما يكون قوية يملكون يعني إعدامك يملكون نفيك يملكون سجنك فإحنا نتكلم عن معانات كبيرة يعني في مجتمعاتنا أنا أعتقد أن الأمر لن يخرج عن هذا الموضوعين المستبد المستنير أو التنوير الحرث الحرث في الأرض وحصد ثمار هذا التغيير بعد عشرات أو ربما مئات السنة